اشتركوا في القناة 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 النهاردة ان شاء الله بنات وسيدات النادي الاهلي يصيروا على نفس النهج بتاع الكبار بتاع الرجالة الرجالة السنة دي رجال كرة الطايرة بالنادي الاهلي عملوا موسم تاريخي عملوا موسم تاريخي خدوا كل البطولات خدوا الرباعية كلها كله ان شاء الله النهاردة بإذن الله البنات كرة الطايرة والسيدات كرة الطايرة برئاسة الكابتن إبراهيم فخر الدين وطبعا لو كلمنا عن كابتن إبراهيم فخر الدين عايزين حلقات وحلقات ان شاء الله النهاردة يتواجوا بإذن الله بالرباعية حيتم نقل المباراة ساعة 9 مساء ان شاء الله عبر قناة الاهلي بعد الستوديو مباشرة بعد المباراة مباشرة هيكون فيه استوديو تحليلي لمباراة الكرة الطايرة بالنادي الاهلي ونادي الزمالك مع الكابتن هيسم السعير ان شاء الله المباراة هتقام الساعة 9 مساء يعني بعد مباراة كرة القدم مباشرة بعد مباراة كرة القدم بين النادي الاهلي والجونة ان شاء الله نبارك لهم ويكون موسم مثالي أيضا لفتيات الكرة الطائرة بحظ السوبر المصري والدوري والكاس وان شاء الله بقول لحضراتكم زي فريق الرجال اللي عمل موسم مثالي موسم ناجح بنسبة مية في المية حصل فيها كل البطولات اللي شارك فيها لو هنعد بقى البطولات في الصلاة عشان كان فيه ناس بتقولها بلا كده مش عارف ملوك الصلاة وملوك مش عارف مين هتتعابوا معنا السنات هتتعابوا صحية هتقعد تتكلم على كل البطولات اللي شارك فيها النادي الاهلي مع عدد بطولة مسلا ولا حاجة كل ألعاب الصلاة النادي الاهلي حصل السنة دي ما يزيد عن 16 بطولة 16 بطولة والمنافس أو 19 بطولة 19 بطولة والمنافس حتى الآن بينافس بينافس والناس تقول لك إيه البعض يعني من الفريق المنافس تقول لك إن إحنا الأفضل طب يعني الأرقام ما بتكذبش الأرقام ما بتكذبش والبطولات ما بتكذبش إن شاء الله يكون موسم رائع للنادي الأهلي في كل الألعاب في كل الألعاب بما في يوم كورة الخدم اللي إحنا قريبين من بطولة دوري أبطال إفريقيا وهي القريبة مننا دلوقت قدام الترجل تونسي الزهاب إن شاء الله في تونس يوم 18 مايو والعودة بإذن الله عندنا هنا يوم 25 مايو بإذن الله بإذن الله يكون التتويج باللقب رقم 12 من الأميرة السمراء في تاريخ النادي الأهلي إننا ما بنتكلم على أرقام